يعني هذا الجهاز يا جماعة هو ده الجهاز قدام حضراتك هو الجهاز نداء لسلكي بيعمل عن طريق استقبال إشارة من جهاز إرسال ظهر في السبعينات ده قديم جدا ويعني انتشر بكثرة في التسعينات بيستخدم حاليا لفعاليتي ضد يعني عملية التجسس عالية التقنية يرسل إشارات أو رسائل نصية قصيرة إلى مستلم محدد كان بيستخدم بشكل كبير في المجالين العسكري والطب ده يعني باختصار شديد يعني معلومات سريعة على البيجر اللي تم تفجيره النهاردة وزير الصحة اللبناني قال انه الحادث أودى بحياة تمانية وجرح 2500 حتى هذه اللحظة ده وزير الصحة اللبناني في رأس الأبيض من ضمن المصابين السفير الإيراني مكتبى أماني اللي كان موجود في بيروت أيضا كان معاه جهاز بيجر وأيضا تم إصابته ولم يتسنى لنا معرفة يعني هل هي إصابة خفيفة أم إصابة قوية حزب الله أصدر بيان بعد هذه التفجيرات بشأن انفجار أجهزة اللاسلكية لدى عرض من عناصر في لبنان حزب الله يحمل إسرائيل المسئولية ويتوعد بالقصاص ده بيان حزب الله اللبناني بيقول انه إسرائيل هي من قامت بهذا الاختراق الأمني وسنقوم بالرد والقصص صحيفة جيروزالين بوست الإسرائيلية قالت حزب الله لا يملك أي فكرة عما أصابه ومش عارف إيه حصل حزب الله وفقا للصحافة الإسرائيلية لا يعلم لا يدري ماذا جاره مش عارف إيه القصة حتى الآن وقالوا انه التقدم التكنولوجي الإسرائيلي هو الذي أربك المشهد اللبناني والستريت جورنال قالت انه الأجهزة اللي انفجرت هي شحنة جديدة تلقاها حزب الله من فترة قصيرة يعني الصحف الأمريكي قالت ده المجموعة دي الأجهزة اللي انفجرت دي لسه دخل الخدمة ريب ولسه لبنان أو حزب الله اللبناني شريها ودخلت الخدمة في وقت قريب وبتشير بعض المعلومات أو الإفادات الإعلامية انه هذه الدولة أو الشركة التي صنعت هذه الأجهزة يعني قامت بوضع ما يساعد فيه إتمام عملية التفجير يعني العملية كانت الجهاز البيجر من الأول متسنعه قدام حضرتك هو يعني اللي مصنعه حط فيه ما يمكن انه هو يلتقطه ويفجره عن بعد عميل الاستخبارات الأمريكية السابق سنودن بيقول عبر حسابه على إكس مع تزايد المعلومات حول انفجارات أجهزة البيجر في لبنان فمن المرجع حاليا أن تكون بسبب متفجرات مزروعة وليس اختراقا إلكتروني هو بيقول هذا كلام اهو قدام حضركم إدوارد سنودن بيقول لأن هناك الكثير من الإصابات الخطيرة والمتكررة إذا كانت البطاريات التي ترتفع حرارتها هي السبب لكننا توقعنا اندلاع حرائق صغيرة وعطال غير مقصودة بشكل أكبر صحيفة الولل ستريت جورنال الأمريكية قالت نقلا عن شركة لوبك انترناشنال الأمنية قولها أن سبب الانفجار أجهزة اتصال هو على الأرجح برمجيات خبيثة أيا كان السبب طبعا يعني السبب اختراق عن بعد اختراق عن قرب الشركة المصنعة هي اللي عاملة القصة أو هجوم سايبراني احنا مش عايزين نستغرق الوقت والفكرة تضيع في ايه السبب ازاي عملتها كيف القصة السؤال الأهم بالنسبالي ثم ماذا بعد السؤال المهم بالنسبالي هل هذه هي إمكانيات حزب الله يخترق في لحظة واحدة كل الأجهزة وتتعطل وتنفجر في أيادي وأوجه ووجوه من يحملها السؤال المهم إلى أين تذهب المنطقة المنطقة رايحة على فين المنطقة المنكوبة البائسة اللي احنا فيها رايحة على فين هو ده السؤال المهم اللي يبحث عن إجابة لكن لا يجب أن نستغرق وقتا طويلا في منامنات القصة البجر وكان بتصنع والسبعينات والتسعينات وممكن يكون هجوم خبيس لا جمرة خبيسة لا ده فيه كذا كل دي موضوعات بتشوش على الحقيقة وتشوش بتفاصيل عقيمة عن العنوان العريض العنوان العريض المنطقة بتزداد اشتعان العنوان العريض الأوراق زادت اختلاط العنوان العريض إلى أين تذهب المنطقة دي أسئلة لابد ان احنا ننتبه إليها في هذا التوقيت صحيفة هارتس الإسرائيلية قالت انه حاول خلال الجيش الإسرائيلي حاول خلال الأسبوع الأخيرة اقناع المستوى السياسي بتغيير التعامل مع لبنان اهوه والتغيير تم اهوه قدام حضراتكم والستريت جورنل بتقول النظام البدائي للرسائل المشفرة يبقى السنوار على قايد الحياة شوف بقى قالك انه الأنظمة الحديثة اللي بتصدمها حزب الله البجر وغيره على انه حديث يعني قالك انه السنوار ما بيستخدمش الأجهزة خاطر وكان حصل نصر الله قبل كده نصح جنوده والناس اللي عنده أعضاء ميليشيا حزب الله اوعى تستخدمه العميل اوعى تتعامل مع العملاء مين هو العميل؟ قالك العميل اللي هو التليفون الخلوي لانه بيؤدي الى ان انت تبقى مكشوف على مدار الساعة حزر أعضاء حزبه من استخدام او حمل هذه الأجهزة هاتلي الفيديو اللي صارت لو موجود عندك هاتول مشغل الخليوي اللي بقيدك واللي بقيد زوجتك وبقيد ولادك هذا الخليوي هو العميل وهو عميل قاتل مش عميل من قريبه عميل قاتل يقدم معلومات محددة ودقيقة ولذلك هذا بده جبدية عالية بالمواجهة فيه اغلب الحالات اللي عم بتصير هي نتيجة الخليوي نحن عم نعمل اجراءات داخلية بس صار يوئد الناس خلص يعني صار الخليوي مثل الاكسجين طبعا الواحد ما بيقدر يعيش بلا يتنفس من عجل طيب ده بيقول ان خدوا بالك من التليفون لانه هو ده العميل وده الجسوس اللي بيتابعك الى اخيره يعني في حذر يعني في فهم لانه ممكن يكون ويكون ورغم ذلك وقعت الوقع النهاردة وحدث الانفجار واكتر من 2800 ل3000 مصاب منهم اصابات خطيرة والواقع يعني ربما يكون اصعب من ذلك بكثير جليني موسيقى موسيقى